راحة البال غاية الإنسان منذ أن وجده فهي ضالته أينما رمته الأقدار ورغم أنها صعبة المنال إلا أن السعي من أجلها مستمر وهذا ما كان يعمله المل صالح عندما قرر أن يسكن أهله هذه البيوت التي كانت مجرد هياكل فقط ولم تكن مأهولة ظنا منه أنها تقلل من همومه وعباء الإيجار حسب قوله نحن نسكن هذه البيوت منذ عام 2003 كانت مجرد بيوت غير مكتملة ومتروكة فقمنا بترميمها وتعميرها وصرفنا عليها أموالا كثيرة نطالب الجهات المعنية بأن يسجلونها بأسمائنا أو يؤجرونها على الأقل لنا لأننا لن نخلي هذه البيوت عشرون سنة وهم يسكنون هذه البيوت في منطقة عرفة حي القاضي محمد هذه البيوت التي تعود ملكيتها لوزارة المالية الاتحادية وهي تحت تصرف وزارة النفط الاتحادية والتي أبلغت عن طريق إدارة شركة نفط الشمال العوائل الساكنة بإخلاء البيوت بموجة بقرار المحكمة الساكنون بدورهم رفضوا القرار ونصبوا خيمة اعتصام مطالبين الجهات المعنية والحكومة المحلية بإيجاد حلول عادلة لمشكلتهم نحن كنا مهجرين لسنوات في محافظات أخرى تحت الخيام بعد سقوط النظام البعثي ظننا أننا سوف نعيش في أمان وراحة فإذا بهم اليوم يهددوننا بإخلاء المنازل فنطالب الجهات المعنية والحكومة المحلية حل هذه المشكلة كي لا نصبح بلا مأوى من جديد هذه المنطقة كانت في عهدها مناطق مهجورة حيطان مع سقف بدون أي عوامل قابل التعايش بها أما بعد هذه الفترة قمنا بترميم هذه المنطقة وسكننا بها بعد هذه الفترة اتفاجأنا بأن شركة نفط الشمال رفع دعوة علينا عن طريق المحكمة جنات كاركوك انتصدر أمر بحقنا أو أمر قبض وحجز أموال المنقولة وغير المنقولة نتيجة بأنوا أنتم بيوت متجاوزين ساكنين في هذه المنطقة نحن بعد 21 سنة عدم اتخاذ خطوات جد من قبل الحكومة المحلية لإيجاد حلول جذرية للأزمات العالقة أدت إلى تكرار وتجدل المشكلات وتفاقمها لتصبح مستعصية على الحل جيار سعيد زاقروس تيفي كاركوك